انتبه وعلى ذلك حصل نقاش وسجال بين أهل السنة وبين أهل البدع على إثبات صفة العلم وأنك لا بد أن تقر أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وإن كنتم تذكرون القصة أو نسيتم فنذكركم بها أن رجلا من عامة الناس دخل مسجدا وربط ناقته على باب المسجد ثم دخل وصلى فوجد شيخا يدرس في الناس ولكن هذا الشيخ كان من المعتزلة الذين لا يقولون ما يكون في ملكه إلا ما يشاء فصلى الرجل ثم خرج فوجد ناقته قد سرقت فرجع إلى المسجد وقال أيها الشيخ شو بعرف العامي كلهم عنده شيوخ كله عنده شيوخ سنة بدع ما أشبع فقال أيها الشيخ ادعو الله أن يرد علينا قتي فقد سرقت فإذا بالشيخ المعتزل يقول اللهم إنك لم تشاء أن تسرق ناقته فردها عليه فقال هذا العامي لا أريد دعاءك فقال له اللئمة قال أخشى كما لم يشاء أن تسرق فسرقت أن يشاء أن ترد فلا ترد فبهت المعتزلين حقيقة الصحيحة سهلة ميسورة توافق الفطر السليمة نصأل الله عز وجل أن نحي على السنة وأن نموت على السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر